ومن الأيام التي يشرع صيامها شهر شعبان فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه أكثر من غيره ولما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها لما يكثر من الصيام فيه قال إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وعن صاعد